تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من جولتنا في الكرة الإنجليزية اللي بقدمها أنا محمد عواذ عبر قناة سيربيس بورت في اليوتيوب اللي بطلب منكم تشتركوا فيها حلقة اليوم حنتناول فيها كالعادة منختار أربع وقفات بأربع مباريات ربما ومنتناقش فيهم واحدة واحدة نبدأ في المباراة الأولى ليتز أستون فيلا ليتز ألحق أول خسارة بأستون فيلا هذا الموسم سحقوا نزلوا على الأرض بعد مطار بعد فوزه الكبير على فربول وبعدها كان فيه انتصار آخر وضعه في الصدارة نظريا لما يكون لعب كل مبارياته اليوم رجعوا على الأرض بالنسبة لأستون فيلا طبيعي كان فيه فيديو عام له على قناة يوتيوب قبل فترة وحكيت أنه الفكرة كلها أنه في 11 لاعب يلعبوا فجأة كلهم ممتازين وهذا الشيء ممكن يتغير بأي لحظة فبعديها بتراجع مستوى الفريق ومنشوف وضعه الطبيعي لكن اللي عجبني جدا بليدز يعني أنا ثالث أو رابع مبارا بشوفها لليدز هذا الموسم يعني فريق سريع جدا كيف ينتقل من الدفاع للهجوم يعني بعد 3-4 ثواني بتكون الكرة انقطحها بنصف ملعبه بتلقاها صارت في الثلث الأخير للملعب ورايحين تجاه المرمى حدة مش طبيعية بالتحول من الدفاع للهجوم تأخذ طبعا لبيلسا استدامته لها هي دائما التحدي يعملها مع كل الأندية بس خلينا نشوف لأي مدى حيروح مع ليدز بس مش هذه القضية القضية هي باتريك بامفورد المهاجم اللي تقلق في هذا اللقاء والمهاجم اللي طلع كتير ناس بالسوشال ميديا بدأوا يقارنوا بامفورد بصلاح وديبروين وخلينا أوضح هون شغلتين مهمات نتكلم عن لاعب عمره 27 سنة الآن بس الناس تذكروا أو عرفوه نتكلم عن لاعب طول مسيرته بتشاميونشاب وما في نالي درجة برمير ليج شافه وراحش ترى قبل ذلك الآن في لاعبين خلص بينفجروا عال27 عال28 زي فاردي بس هل بتلوم الفريق والله يتركه يعني كان تشيلسي بدي لعبه من 20 ل 27 سبع سنين بعيد عن مستوى وبعدين تيجي تقول والله لو صبر على تشيلسي سبع سنين ما حدا بيصبر أحد سبع سنين إذن عمره ما بيخلي تشيلسي يتلام فيه حتى لو تقلق واستمر هذا أولا لأنه ثانيا كل الحكم والكلام على مباراة اللي بيشوف اللاعب يعرف إنه هداف عنده فنش ممتاز بس كأداء مختلف كورة القدم لا ما بيناسب تشيلسي ما بيناسب مان يونايتد ما بيناسب فرق كبيرة بيتفرض كلمتها في أرض الملعب فزي ما حكيت ممكن نعيش موسم جيد ممكن نعيش خمس مواسم جيدة بس ما بتقدر تلوم نادي كبير إنه اترك لاعب بعد سبع سنين طلع غلط أو إنه والله يلاعب ما أعطاه فورستو بعد سبع سنين اللاعب توصل لمستوى يخلي الناس تحكي عنه هذي بالنسبة للمباراة الأولى ننتقل للمباراة الثانية وتعثر سيتي مع وست هامت تعثر اللي بيحكي ببساطة إنه مانشستر سيتي في آخر عشر مباراة تقريبا حسب ما قرأت الموقع هوسكولد كلما تأخر بالنتيجة ما بفوز إلا مرة واحدة بس وهذا بورينا قديش مانشستر سيتي صار أقل قدرة على فرض أسلوبه أقل قدرة على ضغط خصومه أقل قدرة على إنه يحافظ على الرتم اللي بده إياه لدرجة انهيار خصمه وطبعا ومنام ننسى إنه بجوز بين هالعشر مباراة فيه تسعة منهم كان فيه انفرادات لرحيم ستيرلينغ ضيحها بس تضيع الفرص مش عادة ستيرلينغ في الفترة الأخيرة عادة كل لعبين مانستي تقريبا وهون بدي أرجع لشي كان يصير مع بيرسا حتى كرويف قيل عنه إنه بعد سنوات معه الفرق ترهق ذهنيا يعني أنا أعتقد جوارديولا كمدرب كثير التعقيد كثير تدخل بالتفاصيل على المدى الطويل مدى سنوات طويلة معه بنفس الفريق ربما بعض اللاعبين ما بعودوا قادرين ربما التوتر يصيدر عليهم أكثر من الارتياح النفسي يعني هذا من التحديات الكبرى وكما قال عنه توماس مولر قل له يعني كرة القدم أبسط بكثير من اللي أنت بتحاول تعملنا إياها كل مخاوفي الآن بعد ما أشوف الستي بهذا الأداء بهذه النتائج إنه الفريق فيه مسافة شوي بين جوارديولا واللعبين ربما سببها إنه زي ما حكيت جوارديولا يحب أن يكونوا اللعبين كلهم آلات تحت أفكاره وتحت تقبيقه عشان هي جوارديولا دائما هو نجم فريقه ننتقل للقمة لكن للأسف ما كانت قمة بين تشيلسي ومان يونيتد مباراة ضعيفة بالنسبة للجماهير وحماسها كثير غلب عليها التحفظ التكتيك طبعا يونيتد كان الطرف الأفضل نسبيا وخلق فورستين ثلاث لكن ما سجل طريقة لعب الفريقين وخفهم من الخسارة بوريك إنه المدربين عمسافة بعيدة من مرحلة الثقة بالنفس والثقة الناس فيها الاثنين حاولوا ما يقسروا وكلهم ذلك يونيتد كان شوي حابب يفوز ما يقدر يونيتد اللي لعب كفاني تقائق جيدة للعلم من حيث التحرك من حيث التواجد دائما بتحس إنه قادر يخدم المنظومة اللي حاوله بس طبعا لسه مباراة أولى كفاني بخبرته أعتقد حيكون مفيد لكن المفاجأة هي إنه فاندي بيك اللعب المنسي حتى الآن وبدون كلام وبدون توضيح وبدون تبرير عن دوره في المقابل لتشيلسي كان عنده إدوارد ميندي اللي تصدى 3-4 كرات تقريبا خطيرات وممكن يدخلوا بحارس مرمى زي كيبة يعني ميندي فرق في هذا اللقاء بشكل واضح وأبقى تشيلسي على التعادل في وجود حارس جيد مش زي مبارح فقط بيعطيك نقطة بالعكس حيفيدك بأشياء أخرى حيخلي دفاعك أفضل ليش؟ لأنه المدافع حيقاتل وعارف ما فيش وراه كارثة حيغلط ويضيع كل شيء فالمدافع عنده سبب يعطي 120% المهاجم نفسه حيكون واثق بنفسه أكثر أنه مش هسجل قول ويجي حارسي يصنعه يعني إلما يكون الحارس كارثة كل الخطوط تنهار بهنيا مش فنيا وهذه مسألة مهمة مني قدم يوم أمس هذا الأداة وأعتقد يوم أمس مع المباراة السابقة مع الحفاظ عن نتيجة بدون تلقي أهداف في مبارتين هذا ثقة لتشيلسي أنه ابدأ أهجم لأن كل يشتريتهم كلهم لعبين هجوميين ننتقل للمباراة الرابعة اللي بنا نتوقف معها مباراة ليفربول اللي كانوا كثير عمد ينتظروها لأنه بنا نشوف ليفربول بدون فان دايك المباراة بدأت بتغيير في الرسم من عند يورجون كلوب تغيير كان ممكن ياخد شكل 4-2-3-1 وياخد أيضا شكل 4 حتى يعني 4-2-4 فحسب الموقف هجومي دفاعي حسب التفصيل كلوب تفكر كثير بأنه يكون دفاعيا أفضل في هذا اللقاء فحاولي وضع سرعة أكبر في خط الوسط عبر وضع مع الشباب الموجودين أصلا الثلاثي الأمامي ومباراة يعني فنيا من ليفربول كانت بعيدة لكن ليفربول فاز وكسب بعض الملامح قوميز عم بيقدم مباراة جيدة بعد فترة طويلة فبينيو كان مقدم مباراة جيدة بس المشكلة أنك لما تخسروا بخط الوسط بيبين ذلك على خط الوسط بس كان مقدم مباراة جيدة بغض النظرة عن فكرة الجزاء الغريبة صراحة يعني أنا ما قدرت أشوف فيها ركل الجزاء وكنت تقدم مباراة جيدة أختمها بهذا هذا واضح بس اللي واضح أيضا أنه ليفربول متأثر حتى الآن معنويا بغياب فاندايك وهذا طبيعي لأن الحجم اللي أخده فاندايك إعلاميا كان كبير كتير هذا الحجم من كتر ما تأثيره كان كبير في الإعلام خلى جماهير أندي ثاني تكره فاندايك ومنعرف هذا الكلام بين مقارنات وكلام رايح جايبين مدافعين ومين أحسن ومين لا فهذا التأثير الكبير هذا الدور الكبير هذه الشخصية القيادية الكبيرة اللي أخدت حجمها في الملحب وفي الإعلام غيابها مع الموجي الكبير أنه شو بدو يصير بليفربول شو بدو يصير بليفربول طبيعي جدا يخلق ليفربول اللي شوي متحفظ طبيعي جدا يخلق شوي ليفربول المتأثر اللي شفناه بس في شغلة أخرى أيضا واضحة على ليفربول أنه الفريق أبطأ من زمان أبطأ بكثير مواقف من تحوله من الدفاع للهجوم من الهجوم للدفاع أبطأ بطلعته بالكرة أبطأ حتى بنقلة الكرة في بطء عام وأنا ما زلت أعتقد وهذا الشي يعني ربما يكون ليصارح ليفربول هذا الاعتقاد لو طلع صح أنه هي المسألة لمسألة مرحلة الإعداد اللي كانت شوي قصيرة وغريبة والمفروض بعد 6-7 مباريات زي ما حكيت عنه لما نوصل المباراة العاشرة بالدوري يكون الفريق وصل المستوى الأعلى تبعه لأنه بهذا المستوى الفريق حيعاني في صباق الدوري رغم أنه أخذ نقاط يوم أمس إذن بالمجمل اللي شفناه تأثير فاندايك فنيا ما كان واضح لأنه أصلا القصل يعني فريق سيء جدا هذا الموسم عكس الموسم الماضي فريق واضح بهذا الأداء ممكن يهبط ثانيا الفريق حافظ على شكل منظومة حافظ على انضباط وتمركز لعبي بشكل جيد لكن التأثير كان ملموس ذهنيا بشكل أوضح على اللاعبين أقل ثقة أقل خوء أكثر خوف لما تكون الكرة عبرماهم هذا جهة وفي الجهة الثانية الفريق محتاج يرفع سرعته شوي عشان نكمل في السباق هذه أربع نقاط وقفنا معهم مع الدورة الإنجليزية وإن شاء الله نكون معكم دائما كنت معكم أنا محمد العوات بتبنى منكم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله